عزيز المشاهد اللي على الحديدة اهلا بيك في حلقة جديدة زي ما شفت الفترة اللي فاتت بقى عندنا كروك جديدة من مامارية تيرينج من انفاديا بس بدون الريت ريسنج اخر وماخر العنقود الجي تي اكس 1650 كعادة اي جيل من اي شركة ايا كانت لما بتعمل منتج جديد بتحول انها تغطي كل الفئات السعرية لان الحالة المادية لكل مستخدم مش زي بعض فيه اللي قادر انه يجيب الارتي اكس 2080 تي اي وفيه اللي الميزانيته على قده كرر انه يبعد عن الريت ريسنج ويروح للجي تي اكس 1660 تي اي وفيه اللي شايف انه مش محتاج اكتر من الجي تي اكس 1650 وده لسببين الاول ان الميزانية اخيرة كده وما بتسمحش باكتر من كده اتنين استخدامه مش محتاج وفيه اللي هتلاقيه مش عارفية باي حاجة موضوع الفئة السعرية مش بس في مجال شركات الهارد ويب انت ممكن ببساطة تبص على المهزلة اللي بتحصل من شركات السمارت فون اللي غالبا بتنزل كل شهر سمارت فون جديد يخليك تندم على انك اشتريت او تضطر تقول يا ريتني كنت تستنيه الى حد ما الهارد وير مختلف انهم هنا بيغطوا فئات سعرية معينة وعلى اساس الفئات دي هتاخد اداء معين وعلى حسب طبعا الاستخدام بتاعك بتحدد انت بحتاج انهي قطعة فاحنا في حلقتين فاتوا اتكلمنا عن الجي تي اكس 1650 واحدة كانت مراجعة للكارت ومقارنة بينه وبين كروتي الجيل اللي فات واللي قابله من انفريا والحلقة التانية كانت تجميعها كعادة كل منتج جديد على الاقل بنعمله تجميع عشان لو حابب تجمع جهاز جديد وتستخدمه فيها وافتكر ان التجميعات اللي بنقدمها ما هي الا جايض بيرشدك بس عشان تبقى عارف انت بالميزانية بتاعتك ممكن تعمل ايه بالتالي انت ليك كل الحرية في التغيير على حسب المتاح ليك وكان من ضمن التعليقات على الحلقتين تجميعها يقل من 500 دولار مش عارف عاملها ازاي بس هنحاول ان شاء الله والار اكس خمسمية وسبعين فين فانا قررت ان انا اعمل مقارنة بين الجي تي اكس 1650 والار اكس خمسمية وسبعين بناء على الاداء ودرجات الحرارة واستهلاك الطاقة وطبعا السعر فخلينا نبدأ بالوافد الجديد على السوق الجي تي اكس 1650 نواة انفيديا جديدة بمعمرية تيرينج بدون اضافة نكهة الريت ريسنج والاي اي للاعاب النواة بدقة تصنيع 12 نانوميتر وعدد 896 من الكودا كورز كل الكروت بتاعة الجي تي اكس 1650 هتيجي برامات 4 جيجا من نواة جي دي ار 5 ويبقى كده الكارت ده هو تاني واحد من جيل تيرينج يجي برامات جي دي ار 5 بعد الجي تي اكس 1660 بما ان كل الكروت بتتفق في عدد الكودا كورز ومساحة الرامات الكروت كلها كمان بتتفق في انها جاية بس من شركاء انفيديا ودي ميزة حلوة لانك في الاول وفي الاخر لما هتشتري كارت هتشتري نسخة احترافية فمش هتقلق من ناحية التبريد وضيف على كده ان معظم الكروت هتكون نسخ مكسورة السرعة فطبعا هتديك اداء احسن على الناحية التانية الكروت اللي طال غيابها الار اكس 570 وده بسبب الماينينج واسعارها اللي كانت مبالغ فيها في الفترة دي وده اللي خل الناس ترجح كافة انفيديا في كروت البودجت وده مش عشان هي الاحسن ده عشان هي بس اللي كانت موجودة الار اكس 570 معتمد على معمارية جرافيك كور نيكست من الجيل الرابع المعمارية اللي بقالها مالة يقل عن سبع سنين اول ظهور لها كانت في 2012 في كروت الاتش دي سبع تلاف اخر كروت المحترمة وكل سنة بتكون نفس المعمارية مع شوية تعديلات اهمها بيكون تحريق سقف استهلاق الطاقة مع ترددات اعلى وشوية تحسينات في النهاية بتقدم اداء اي نعم كروت اي ام دي اخرها المدرنج والبودجت في المنافسة على المدى الطويل لكن في الهاي اند حتى الان محاولات اي ام دي مش قد توقعاتنا المهم ان كروت الار اكس 570 بتيجي برامات 4 جيجا وفيه منه نسخ بتيجي برامات 8 جيجا من نوع جي دي دي ار 5 وام دي زي انفيديا سابت مصير التبريد في ايد الشرقاء لها بالتالي زي ال جي تي اكس 1650 بالظبط هتلاقي نسخ مكسورة السرعة فاداها احسن وطبعا تبريدها احسن ويبقى كده عرفنا ايه هي الكروت خلينا بقى نخش على اهم فكرة وهي الاداء الاداء عزيز المشاهد هو الحاجة الوحيدة اللي هتبرر السعر هتبرر لك ان كان ينفع تشتري الكرت ده او تشتري الكرت ده فانا الاختبار بتاعي هيكون كالاتي هستخدم المنصة اللي مواصفاتها هتظهر لك حالا ده بليه المواصفات دي اولا انا رأيت ان الريزولوشن اللي بتغطيه الكروت ده هو الالف تمانين بي عشان كده انا هستخدم واحد من انسب البروسيسورز للريزولوشن ده وهو الكور اي سيفن 8700K مش معنى كده ان الامي دي واحش ومش بتاع علعاب بس الفكرة ان الريزولوشن ده هو اكتر ريزولوشن بيستخدم تردد السنج الكور العالي وده حاجة حتى الان انتل متفوقة فيها بسبب طبعا نقاء شريحة السيليكون اللي قعدت انتل اربع سنين بس عشان تكون موجودة بالشكل ده وهي دي بالمناسبة الفترة اللي غابت فيها ايمي دي عن المنافسة بتاعت انتل في مجال البروسيسورز من ضمن المواصفات الشاشة الاو سي ايجون ايجي 272QCX يمكن من اكتر حاجات اللي شدكني في اني استخدم الشاشة دي واحد انها عندي اتنين انها 144 هرتز تلاتة انها جاية بفري سينك وده عشان يضمضلي نتائج مستقرة ومستوى عرض ثالث السيستم بتاعنا جاهز خلينا بقى نروح للأداء انا هستخدم ألعاب من نوعية التريبل اي والعاب من نوعية الاي سبورتس من نوع الباتل ريال وهزبط ألعاب على اساس اني على الاقل اخد متوسط فريمات يكون كاسر حاجز 60 فريم ليه؟ هقولك ان شاء الله في حلقة جاية الكروت على الريزولوشن ده وعلى الاعدادات اللي هتظهر قدامك اللي هي مش أعلى اعدادات هتكون كاسرة حاجز 60 فريم وفي بعض الألعاب هتكون معدية 50 فريم ده هيكون الوضع الأمثل للألعاب على الكروت دي من حيث الاعدادات وزي ما انت شايف على طول الخط فيه تفوق لصالح الار اكس خمسومية وسبعين على الجي تي اكس الف ستمية وخمسين بنسبة أداء تقدر بـ 18.8% كمتوسط بين الألعاب كلها في الألعاب بقى من نوعية الإي سبورتس لزالت المقدمة لصارح الار اكس خمسمية وسبعين على الجي تي اكس الف ستمية وخمسين بنسبة تقدر بـ 8.5% كمتوسط بين كل الألعاب من نوعية الإي سبورتس فرق الأداء بين الكارتين في الألعاب بصورة عامة هو 16% طبعاً لصالح الار اكس خمسمية وسبعين الكارتين درجات حرارتهم ممتازة لأن النسخ احترافية في الأول وفي الآخر فما كنتش الآن من النقطة دي خالص في درجة الحرارة درجة حرارة الجي تي اكس الف ستمية وخمسين أقل وده بيرجع للمعمارية الجديدة مخلية النواع على أقصى ظروف الضغط بتستهلك 84 وط في حين أن الار اكس خمسمية وسبعين بيستهلك 195 وط عرفنا الأداء المواصفات العامة استهلاك الطاقة ودرجة الحرارة أشتري نهين فيهم الحقيقة الموضوع ده ليه شوية أبعد أول بعد هو السعر على حسب ما لقيت الأسعار متقربة جداً وتكاد تكون زي بعض اللطيف إن في نسخ من الار اكس خمسمية وسبعين أرخص بكتير من السعر المقترح من انفيديا لكارت الجي تي اكس 1650 ودي نقطة لسالح الار اكس خمسمية وسبعين إلى جانب طبعاً الأداء الأعلى والأداء يعتبر البعد الأهم قبل وبعد السعر وفيه بعض النسخ من الار اكس خمسمية وسبعين بتكون أغلى من الار اكس خمسمية وسبعين وده عشان بتيجي برامات تمانية جيجا البعد التالت درجة الحرارة الاتنين درجات حرارتهم مع الضغط كويسة التلت درجات الفرق ما بين الجي تي اكس 1650 والار اكس خمسمية وسبعين دم مش هيسببه أي مشكلة لكن بعد استهلاك الطاقة ليه كلام تاني استهلاك الطاقة الحقيقة في الار اكس خمسمية وسبعين شايف أنه عالي بنسبة توصل للضعف تقريباً عن الجي تي اكس 1650 لأن خلي بالك أن كل اللي بتعمله اي مدين مع كل جيل جديد من نفس المعمرية اللي هي الجي ان سي او جرافيك كور نيكست في آخر كام سنة أنها بتلعب على التردد وبتحرر سقف استهلاك الطاقة عشان التردد ده يشتغل بدون أي مشكلة فهتاخد أداء أعلى من الجيل اللي قابله أي نعم المعمرية قديمة بس لزالب بتقدم لك أداء قصاد قروط انفيريا فارتفاع استهلاك الطاقة هيكبرك بقى أنك تتكلف باور أعلى ومش عاوز أقولك أن ده هينعاد عليك كمان بزيادة في فاتورة الكهرباء طب والتعريفات أعتقد أنك حالياً سواء انفيديا أو ايمي دي كنت بتواجه معهم شوية مشاكل بسبب التعريفات زمان بالنسبة طبعاً لاستخدمك اليومي أنا أعتقد أني أقدر أقولك أنك دلوقتي مش هتواجه أي مشكلة مع التعريفات سواء هنا أو هناك يمكن فيه نقطة واحدة بس لصالح انفيديا وهي منصة جي فورس إكسبرينس المنصة مليانة بالفيتشرز اللي ممكن تستخدمها زي الشادو بلاي هايلايت أو أنسل لو بتحب تصور الابتوميزيشن اللي بتعمله لللعبة على حسب إمكانياتك كلها مميزات أنت ممكن تستخدمها أو لا ده بيرجعلك طبعاً في الأخذ يبقى أنت دلوقتي معاك الأداء معاك المميزات معاك درجات الحرارة ومعاك استهلاك الطاقة والسعر تشتري مين فيهم المعطيات بتقول أن على حسب أنت بتفضل إيه لو أنت من مناصري ونظرية السعر مقابل الأداء يبقى الـ RX 570 اختيارك لو شايف أن انفيديا أحسن حاجة في الكون حتى وإن كان الكرت قليل فأداءه مش بطال بس أقل من الـ RX 570 فأنت أقول لي رأيك تحت في التعليقات ومن تسنساش تقول حابب تشوف إيه في المقارنات الفترة اللي جاية وكالعادة لايك لو حلقتنا عجبتك سابسكرايب للقناة عرب هاردوير عشان يجيل لك بالحلقات اللي جاية وشوفكم في الحلقة الجاية